شارك سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون والذي دعت إليه سلطانة عمان لبحث الوضع في قطاع غزة والذي عقد في مسقط برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البسعيدي وزير خارجية سلطانة عمان الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول العطاء ومعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون وقد صدر في ختام الاجتماع بيان جاء فيه أن المجلس الوزاري استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة سلطان عمان على تكرمه باستقبال وزراء خارجية دول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون حيث استمعوا إلى رؤية جلالته تجاه الأوضاع الراهنة وذكر البيان أن المجلس الوزاري بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تساعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة والذي نتج عنه مقتل وإصابة الألاف من المدنيين والأبرياء ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك طالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإحتياجات الأساسية والسئناف عمل خطوط الكهرباء والماء والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة كما أكد المجلس الوزاري دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره دعا المجلس الوزاري جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل أكد المجلس الوزاري على دعم ممادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لأحياء استعمالية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وأكد المجلس الوزاري على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1667 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربية الإسرائيلي واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة